عجبني جدا الجزئية الخاصة بيه اللي قاله الدكتور أشرف صبح وزيري شابوريال النهاردة مع أحمد دياب أو النائب أحمد دياب والكابتن حسين اللبيب إنه في خطة لتطوير منظومة التحكيم المصرية محتاجة تطوير تطوير كبير كمان وبصراحة مش منظومة التحكيم بس احنا عندنا تقريبا كسور في كل شيء لعلاقة بكلة القدم فهي محتاجة فعلا حالة كده من التعديل والتطوير الكبير على مستوى الإدارات في الاتحادات والرابط والأندية على مستوى المدربين على مستوى اللعبين على مستوى قطاعات الناشئين بس محتاجين نشتغل ده كله جنب بعض يعني مش هعرض أشتغل على التحكيم وهنسيب ده لا نشتغل كله مع بعض إن شاء الله بإذن الله لعله خير وأحيانا الحاجات الصعبة اللي احنا بنعيشها دي ربما أو من المفترض إنها تولد بقى حاجات تانية فيها تحسين وتعديل وتطوير ما يعدش اليومين دول كده وخلاص اللي حصل حصل لا لعله خير نفوق بعض